ملف القمح الأوكراني فتح ولم يغلق ولم يغلق قبل معرفة الحقيقة هذا القمح دخل إلى تونس بصفة مصطربة كلام كثير قيل وكلام آخر ما زال لم يكشف بعد خاصة بعدما فتح مجلس النواب تحقيقا موجه إلى الوزارات الثلاث وزارة الصحة وزارة التجارة ووزارة الفلاحة اللجنة المكلفة بهذا الشأن هي لجنة مكافحة الفساد ومراقبة المال العام في صلب مجلس النواب التي يرأسها النائب بدردين الجمودي البارحة انطلق السماع مع وزيرة الصحة واليوم مع وزيرة الفلاحة والتجارة والمعلومات التي تحصلنا عليها تفيد أن هناك تناقض في الإجابات وتناقض في المعلومات ولن نعرف الحقيقة بعد أين هي سيء بدردين البارح قابلته وزيرة الصحة اليوم الفلاحة ثم التجارة والمعطيات متناقضة غير مستقرة والروايات تختلف من وزيرا إلى آخر هي تعطينا ملخص بالأمس التقينا مع سيدة وزيرة الصحة توجهنا بسؤال واضح حول مدى وجود سلطة رقبية لوزارة الصحة على المنتوجات الواردة والوافدة على المواني التونسية وبالتحديد على ميناء سوسة موضوع الحال السيدة الوزيرة تؤكد أن الفريق الصحي الموجود بالميناء يتكفل بمراقبة الأشخاص والبحث في وجود أو عدم وجود عدوى أو أوبئة وافدة عبر البواخر ولكن الوزارة لا تهتم بمحتوى الشحنة القادمة من الخارج لا تهتم ولا غير مسؤولة تقول أنها ليس من اختصاص وزارة الصحة البحث في مدى سلامة محتويات الشحنة الواردة من الخارج وحالتنا على وزارة الفلاحة بعتبار أن الشحنة هي شحنة قمح ودول الحبوب هو المسؤول على هذا الملف اليوم توجهنا إلى سادة وزير التجارة وزير الفلاح وزير التجارة يؤكد وجود فساد يشمل 250 طن من جملة 11000 طن موضوع الشحنة قالها هكذا فساد نعم يقول أن هناك جزء فاسد طبعا بموجب التعفن بالأمطار ومياه البحر ويقول أن هذه الشحنة أعيدت إلى البلد المصدر بموجب العلاقة التعاقدية بين المورد والمصدر يعني سمحني القمح وزير التجارة يقول ادخل البرد وارجع نعم توجهنا بعد ذلك الساعة الحادي عشر مع التقينا بالسيد وزير الفلاحة أكد لنا وجود كمية ضئيلة وهي 15 قنطار ويقول أن هذه الكمية تم إتلافها توجهنا له بسؤال حول مدى مراقبة وزارة الفلاحة للمنتوجات الوافدة من الخارج عرض علينا وثيقة تفيد سلامة المنتوج ولكن هذه الوثيقة صادرة من جهة أجنبية يعني من المصدر يعني هو ما معتوش شهادة تونسي توجهنا له بهذا السؤال إن وجدت رقابة يؤكد وجود رقابة ولكنه لم يكن جاهزا لتقديم ما يفيد ذلك وعدنا بلقاء لاحق ليقدم لنا ما يفيد وجود رقابة من دول الحبوب وسلامة الشحنة ويقول أن هذه الشحنة معدة لإعادة تصدير من جديد من قبل الجهة التي وردت الكمية سمحني بركة خوضني على حد عقلي وفهمي سيد وزير الفلاحة يقول أن 15 قنطار فقط من القمح كانت فاسدة وأطلفت هل هناك شهادة في الإتلاف؟ توجهنا بهذا السؤال سيد الوزير والأمر للمتابعة لم يقدم لنا ما يفيد ذلك واستعرض لنا وثائق تفيد سلامة الشحنة من الإشعاعات النووية ويقول كنت أتوقع أن يكون موضوع المباحثة حول سلامة من الإشعاعات النووية ولكن نحن توجهنا له بأسئلة حول مدى سلامة الشحنة بشكل عام بقطع نظر عن إصابتها بالإشعاعات أو غيرها عنا مخابر وطنية بالإمكان أن نتثبت من خلالها في سلامة كل الواردات طلبنا منه ما يفيد ذلك لم يقدم لنا ووعدنا بلقاء لاحق لتقديم ما يفيد وجود رقابة داخلية وطنية على الواردات الغذائية من الخارج تبعني زيد بركة في نفس الأسئلة لأن الأسئلة لن قلها من الشارع ومن حق التونسي أن يعلم السيد وزير الفلاحة هل أكد أن الشحنة ذهبت إلى مصانع تونسية أم أعيدت إلى الخارج هو قال أتلفنا الجزء الفاسد يعني ذهبت إلى مصانع تونسي يؤكد أتلف الجزء الفاسد وبقية الشحنة السليمة تم استيعابها من قبل الجهة الموردة من نصدق وزير التجارة الذي قال أعيدت الشحنة أم وزير الفلاحة الذي قال دخلت للطراب التونسي وأنت رئيس لجنة برلماني بالنسبة لنا كلجنة لا زالت الشكوك التي تحوم حول هذه الملف قائمة وتؤكدها أكثر تضارف الأقوال والتصريحات التي استمعنا إليها من قبل وزراء الذين اتصلنا بهم سنواصل البحث بعمق سنتوجه إلى الميناء وسنبحث في كل حيثية هذا الموضوع وبمجرد الوصول إلى الحقيقة سنطلع الرأي العام على النتائج التي نتوصل إليها هل سألتم الوزير لماذا لم يمضي على المقرر أو وضع على ذمة موظفين في الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية والفلاحية لماذا التلقى على إمضى هذا القانون الذي كان من الممكن أن يعفين من دخول أي مواد غذائية أو فلاحية فاسدة إلى التراب التونس صدقا نظرا لذيق الوقت لم يطرح هذا الموضوع من قبل اللجنة قد يكون في الجسر القادمة لدينا مععد معه أو من سيخلفه نحن ننتظر حكومة جديدة سنتابع هذا الأمر بكل جديد نكمل معاك السيد وزير الفلاحة المنتجات التي دخلت عبر الموانئ البحرية هل لنا من الرقابة الفلاحية والصحية العدد الكافي والمخابر الكافية لإصدار شهادات في سلامة هذه المنتجات أم أننا نقتصر فقط على شهائد من المصدر أي من المصدر أي من المخابر الأوروبية ونحن مجرد بلد يستقبل أي مواد دون وجود رقابة وطنية حسب ما صرح به السيد وزير الفلاحة يؤكد أن لدى الوزارة المخابر المعنية بهذا الشأن وأن جميع المحتويات أو جميع الواردات ذات الصبغ الغذائية هي محل مراقبة ومتابعة طلبنا منه ما يفيد ذلك لم يقدم لنا ووعدنا بتقديم ما يفيد هذه الرقابة في موعد لاحق في موعد لاحق ووعود لاحقة ووزير سيغادر الحكومة خلال أيام وبعدها من سيتحمل المسؤولية سيدي رئيس لجنة مكافحة الفساد ومراقبة المال العام السيد وزير الفلاحة هو وزير دولة ونحن نؤمن باستمرارية الدولة حتى لو تم إدخال تعديلات في علاقة وفي صلب هذه الوزارات سنلاحق الجميع من أجل الوصول إلى الحقيقة سنتابع التحقيق مع الذي سيخلفه إن غادر السيد سمير بالطيب الحكومة الحالية هل سترفعون قضية عدلية ضد الوزير المتورط؟ أم ستقبر الملفات كما كانت في السابق؟ نتعامل مع هذه الملف بكل جدية وصرامة الملف يهم مسحة المواطن التونسي سنعمل كل ما هو متاح لنا من إجراءات قانونية بما في ذلك تبليغ النيابة العمومية بكل مخالفات مسجلة في هذا الملف إن صحت وإن تحقنا منها سيد النائب هاضرني على هذا السؤال لماذا لم يقع الاستنجاد بالنيابة العمومية احتياطاً؟ إن كان وزيراً مورط فليتحمل مسؤوليته وإن كان بريئاً نعتذر له وهذه هي الديمقراطية في بلد يقول أنه يؤمن بالديمقراطية أرجو أن يفهم الرأي العام السياق الزمني الذي نشتغل فيه اللجنة انطلقت في عملها في أول جلسة لها يوم الاثنين الفارت أي منذ ثلاثة أيام نحن نباشر هذا الملف في خطواته الأولى عندما نتأكد بما يفيد وجود ما يهدد سلامة المواطن من ناحية وتورط شخصيات حتى لو كانوا على رأس الوزارات القائمة لن نتوانى لحظة في إشعار الجهات المعنية حتى تتخذ في شأنهم ما يجب من إجراءات وتراتيب تأديبية أو عقابية سبحني هل سيرفع الأمر إلى القضاء جوابني بنعم أو لا بصراحة نعم كل النتائج التي سنتوصل إليها سنعلم بها السلطات بما فيها السلطة القضائية عندما نتأكد من وجود شبهات وما يفيد تورط أي طرف مهما على شأنه سنعلم بذلك السلطات القضائية سابقا كنا نقول أن اللجان النيابية تفتح التحقيقات تفتح الملفات لكن لا نعلم متى أغلقت وهل أنجزت الأعمال الموكولة لها بذلك أم أن فتحها كان مجرد معتها موقف لإسكاة الرأي العام هل ستتواصل هذه السياسة أم أن الأمر سيكون مختلف في فترة نيابية 19-24 دور اللجان البرلمانية هو إنارة الرأي العام وليس إسكتها نحن نبحث عن الحقيقة وسنطلع المواطنين الذين انتخابونا بهاتي الحقيقة كاملة ولن يقبر الملف حتى لو وجدنا تعراقيل سنعلم الرأي العام بها ما تخافوش من الحيتان الكبار القانون فوق الجميع القانون فوق الجميع الشعارات هذه تتقال في بداية المدة النيابية لكن لا سمعني سيد النياب سمعني بركة خليني كملك في بداية المدة النيابية كل نياب يقول هذا الكلام لكن في آخرها تنتفخ الكروش وتنتفخ أشياء أخرى ويهزل المواطن وتغيب الحقيقة نحن هنا في خدمة المواطن وتأكد أن هذه العزيمة التي انطلقنا بها سنواصل بها إلى آخر المشوار إلى آخر المدة النيابية والأعلام سيكون شاهدة على ذلك